اجتمعت لجنة العامة بمجلس النواب رئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وذلك للنظر في ترشيح 14 عضوا لعضوية لجنة القيم وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انتهت لجنة إلى ترشيح عدد 14 عضوا ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الإنقاد الثاني من الفصل التشعي الثاني وفقا لضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس كما انتهت اللجنة أيضا إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوصة عليها في القانون وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة في الترشيح من أكثر من جهة وهو ما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر